وعشان كده دايما بقول خلي بالك دايما من الحاجات اللي تتبعات لك لان دلوقتي حصل تسريب جديد وزاي ما احنا متعودين دايما ودايما 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 بيحصل تسريبات من شركة ميتا وتطبيقات السوشيال ميديا حاليا كتيرة جدا وكان اخيرا تسريبات كتير جدا حصلت للفيسبوك وطبعا شركة ميتا الملكة للفيسبوك هي برضو ملكة للواتساب والفضيحة المراضي على الواتساب وتسريب كبير جدا حصل حاليا حول العالم والغريب دلوقتي ان احنا متصدرين عملية التسريب دي المرة دي ب45 مليون حساب مستخدم تم تسريب بياناتهم من واتساب والمسرب اول مختلق اللي عمل الموضوع ده حاليا بيحاول ان هو يبيع البيانات دي على احد مواقع القرصنة وبيقول ان هو معاه حوالي 500 مليون حساب حول العالم هم بالضبط حوالي 487 مليون وبيقول كده ان معاه الحسابات دي وبيبدأ ان هو يعرضها للبيع على احد مواقع القرصنة العالمية المعروفة طبعا بالنسبة لمواقع دي بويب والحاجات المواقع دي بيبيعوا عليها البيانات اللي تم تسريبها بحيث ان في مخترقين تانيين او ناس اللي بيحتاجوا البيانات دي بيبدأوا يشتروا البيانات دي من المخترق وبيبدأوا ان هم يستخدموها والتسريب ده حصل حول العالم من حوالي 84 دولة حول العالم وكان تصدرها على مصر اللي هي ب45 مليون حساب مستخدم و35 مليون حساب من ايطاليا و29 مليون حساب من السعودية وفرنسا 20 مليون وتركيا 20 مليون وحوالي 10 مليون روسي و11 مليون بريطاني يعني الموضوع مش علينا احنا بس لا ده حول العالم كله وبعض المواقع التقنية الاخبارية بدأت تتواصل مع المخترق ده بحيث ان هو يعرض لهم بعض البيانات دي او جزء يثبت صحة البيانات دي وكان في بعض التفاعل من بعض البيانات دي اللي بعت الجزء منها ده صحيح بالفعل يعني معنى كده ان تقريبا باقي البيانات دي صحيحة او يكون هو بيحاول يلعب الليها بعدين هو معروش كمية الارقام دي لكن هو حسب القائمة اللي انت شايفه قدامك دي دي كل الارقام اللي تم تسريبها يعني عدد الدول اللي هي موجودة قدامك دي بكل واحدة دولة منها جنبها فيها الارقام بتاعتي اللي بياناتهم اتسربتها طبعا دلوقتي هتقول طب الموضوع ده هيدروني بايه لان اكيد انت من ضمن التسريبات دي لان تقريبا اغلب المستخدمين تم تسريب بياناتهم اكبر مشكلة هتواجهك هي الرسائل المتطفلة اللي هتبدأ تجيلك على الواتساب فخلي بالك دايما من الرسائل اللي هتجيلك هيبدأ يجيلك رسائل من شركات جابت رقمك منين هيبدأ يجيلك رسائل ناس بتحاول نهاية تبعاتلك روابط ادخل هنا الرابط ده كسبت كزا عملت كزا افتح الرابط دوت وحتحصل على كزا انا مدير امازون انا مش عارف ايه الكلام ده كله هو ده اللي هيبدأ يحصل لك ايه الفترات اللي جاية على الموضوع التسريبات دي طبعا ده بعد ما يعني الحد يشتري البيانات دي او يشتري جزء منها لان بيبقى في ناس بتشتري جزء من البيانات دي مثلا انا عايز ارقام بتاعت مصر انا عايز مليون رقم من مصر انا عايز اتنين مليون رقم من مصر وهكذا ده اللي بيحصل وبيبدأ ان هو يبعت رسائل متطفلة بشكل ان هو انا بيدعي به ان هو حاجة معينة او ان ان انت كسبت حاجة معينة بحيث ان تدخل على الرابط فيبدأ يسرق بياناتك بقى من خلال الروابط اللي هو حيبعته تقدر تشوف بيانات اكتر ومعلومات اكتر عن التسريب ده وازاي تحمي نفسك من الموضوع ده وازاي تعرف برضو ان فيه بيانات ليك تصير رابط او ل party من الروابط اللي هتلاقيها موجودة في وصف الفيديو هتلاقي روابط خاص به وازاي تعرف انnim بياناتك اتصار رابط وسواء على الفيس بوك او رقم تليفونك او الحاجات دي وازاي تحمي نفسك من الحاجات دي في بعض الروابط الموجودة تحت وشوف الحلقة الموجودة هنا لو عايز تعرف بالضبط ازاي تحمي تليفونك من اي حاجة ممكن تضره او اي تسريب بيانات من تليفونك ده طبعا لو ما كانش من الشركة نفسها يعني